مغيبوء الرزازة في محافظة الأنبار ملف منسي ومصير مجهول رغم مرور سنوات على قضية إنسانية طال انتظار البت فيها بسبب الإهمال الحكومي في وقت يعيش ذو المغيبين في الأنبار أوضاع معيشية صعبة آلاف مؤلفة من الناس اتدمرت حياتهم نسوان ترملت أطفال تيتمت أمهات متعرف مصير أبنائها شنو تريد بس تضحي يعني شون كل ما تملك بس تندل أبنها وين أبنها وين عايش لو ميت ذو المغيبين أكدوا أنهم حتى اللحظة لا يعرفون شيئا عن مصير أبنائهم من المغيبين والمعتقلين متحدثين عن أن ملف المغيبين هو الأكثر إيلاما للأهالي من أمهات وزوجات وأطفال حد الآن منعرف شنو قضيتهم وحد يعرف ما خلينا جهة ما خلينا رحنا ما نعرف شنو قصتهم ما عرف ناس تقول بجرف استخد ناس تقول ببغداد مطارا مثلنا ناس تقول ما وقفنا على شيء يعني وين مسجوني نريد نعرفهم ما شبكة حقوق الإنسان الدولية وثقت في محافظة الأنبار 3496 مغيبا قصريا بين عامي 2014-2016 منهم 2600 مختطف من الرزازة ما زال مصيره مجهولا حتى الآن وهو ما يؤكده دوهم يريدهم ميتين يريدهم بالحياة يطلعون كل شي ما يريد بس ولدنا هاي فقرة فقرة الثانية السجون حالية المتروسة أكو ناس أبرياء بالسجون هسة هسة حاليا أبرياء بالسجون السجون متروسة ودمرنا وهجم بيوتنا المخبر السري وبهذا يؤكد المراقبون ومنظمات حقوقية أن ملف المغيبين في العراق من أكثر الملفات المزمنة التي تعرضت للمماطلة والتسويف من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بدوافع طائفية وبمساومات سياسية وأما أهالي المغيبين فلهم عبء الحياة مع أرث كبير من الألم والانتظار الذي لا يبدو أن نهاية له شكرا